الأزرق والعنبر من أضخم وأشهر الحيتان على وجه الأرض حيث يعتبر الحوت الأزرق من أضخم الكائنات على كوكب الأرض وينتمي هذا الحيوان إلى دون رتبة الحيتان البالينية جسم الحوت الأزرق طويل ونحي وهو ملون بعدة ألوان متدرجة فهو رمادي مزرق عند الظهر وأفتح لونا في الجنب السفلي أما حوت العنبر فهو أحد أشهر الحيتان في العالم وأكبر الحيتان المسننة أهلا بكم حلقة اليوم ما الفرق بين الحوت الأزرق والعنبر الحوت الأزرق هو أكبر حيوان معروف عاش على الأرض الآن وفي أي وقت مضى لذلك يصعب قياس وزن الحيتان الزرقاء بسبب حجمها ولكن هناك طرق لقياس أوزانها يتراوح وزن الحوت الأزرق بين 150 إلى 170 طن ويمكن أن يصل إلى أكثر من ذلك وطوله يتراوح بين 22 إلى 30 مترا للحيوان البالغ أما حوت العنبر فيمكن أن يصل الذكر البالغ منها إلى 56 طن وطول يتراوح بين 16 إلى 20 مترا يمثل الرائس ثلاثة أربع جسم الحوت وتكون إناث العنبر أصغر حجما من الذكور تتغذى الحيتان الزرقاء بشكل حصري تقريبا على القشريات الصغيرة المعروفة باسم الكريل يتناول الحوت الأزرق البالغ ما يصل إلى 40 مليون كريل في اليوم الواحد وتأكل الحيتان دائما في المناطق التي تتواجد فيها التركيز العالية من الكريليات وهي تأكل في بعض الأحيان ما يصل إلى 3600 كيلوغرام من الكريليات في اليوم الواحد وذلك لأن الحوت الأزرقي يحتاج إلى طاقة يومية تزيد عن 1 مليار ونصف سعرى حرارية أما حيتان العنبر فتقتان على طائفة واسعة من المخلوقات البحرية وبالأخص الحبار العملاق والحبار الهائل والأخطبوضات تعيش الحيتان الزرقاء في معظم محيطات العلم الرئيسية مثل المحيط المتجمد الجنوبي والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي أما حيتان العنبر فتعيش بأعداد جيدة في كافة المناطق المبتدة من خط الاستواء حتى القطبين وتقطن جميع المحيطات الأربع وكذلك البحر الأبيض المتوسط تبدأ الحيتان الزرقاء بالتزاوج في أواخر فصل الخريف وتستمر حتى نهاية فصل الشتاء تلد الإناث عادة مرة واحدة كل سنتين أو ثلاثة سنوات ويكون ذلك في بداية فصل الشتاء بعد فترة حمل تتراوح ما بين عشر واثنى عشر شهرا ويكون وزن صغير الحوت عند الولاد حوالي 2.5 طن وطوله حوالي 7 أمتار وبعد الولادة يبدأ العجل بتناول كمية كبيرة من الحليب تتراوح ما بين ثلاثمائة وثمانون وخمسمائة وسبعون لترا في اليوم الواحد ليمكن صغير الحوت من النمو بشكل سريع يصل إلى 90 كيلوغراما كل 24 ساعة ويصل الحوت الأزرق سن البلوغ عندما يكون عمره ما بين خمسة وعشرة سنوات أما فترة حياة الحيتان فيقدر العلماء فترة حياتها إلى ثمانون عاما على الأقل ويمكن أن تصل إلى أكثر من ذلك بكثير أما حوت العنبر فتلد الإناث منه عجلا واحدا كل 4 إلى 20 سنة وتستمر فترة الحمل ما بين 14 إلى 16 شهرا وتستمر إناث حيتان العنبر في رعاية صغرها إلى أكثر من عشرة سنين وتصل ذكر العنبر إلى سن البلوغ بعد 18 عاما والإناث بعد 9 أعوام أما فترة حياة حيتان العنبر تصل إلى أكثر من 70 عاما يمكن للحيتان الزرقاء الوصول إلى سرعة 50 كم في الساعة خلال الانتفاعات القصيرة عادة عند الإختلاق مع الحيتان الأخرى ولكن في الظروف الطبيعية تسبح بسرعة 20 كم في الساعة وهي سرعة السفر النموذجية للحيتان الزرقاء لكن عند الرضاعة فإنها تتباط إلى 5 كم في الساعة أما حيتان العنبر تتراوح سرعتها ما بين 36 و45 كم في الساعة في الانتفاعات القصيرة أما سرعة السفر النموذجية تتراوح بين 5 و 15 كم في الساعة تعد الحيتان من الثاديات وتتنفس الهواء عن طريق الرأتين من خلال فتحة النفذ في على رأسها وهي بمثابة أنفها ولا يمكن للحيتان التنفس تحت الماء لأنها لا تمتلك خياشين يمتلك الحوت الأزرق فتحة نفس تشكل هيئة رقم 7 يغوص عادة إلى عمق 100 مترا بحثا عن الطعام ومدة تتراوح بين 10 و 20 دقيقة أما حوت العنبري أكثر الثاديات قدرة على الغوص إلى الأعماء بحثا عن الغذاء إذ يعتقد أنها قادرة على الوصول إلى عمق 3 كم تحت الماء والبقاء دون تنفس لمدة 90 دقيقة إلى أنها مع ذلك تغوص في الأوضاع العادية لعمق حوالي 400 متر ومدة تصل إلى 35 دقيقة فحز الجزء الأمامي من فم الحيتان الزرقاء سميك ويحتوي على صفائح باليني يبلغ عددها 300 صفيحة تقريبا تتدل من الفك العلوي والصفائح هنا بمثابة الأسنان للحوت تستخدم هذه الصفائح في تصفية الطعام من الماء أما حوت العنبري فكه السفلي شديد النحول وعظمه منفصل عن عظم الجمجمة حيث يرتبط معها بمفصل لدى الحوت ما يتراوح من 18 إلى 26 سنة على كل جانب من فكه السفلي وتدخل هذه الأسنان في تجاويف بمثل حجمها في الفك العلوي شكل الأسنان مخروطيا ويصل وزن كل واحد منها إلى نحو الكيلوغرام ورغم أنها تساعد الحوت على أداء بعض وظائفه إلى أنها لا تبدو ذات أهمية في استياد أو أكل الحبار نظرا لحجم الحيتان الزرقاء الكبير فأن عدة عضاء من أعضائها هي الأكبر بين أنواع المملكة الحيوانية كلها حيث يمتلك أكبر قلبا معروفا عند أي حيوان يزن قلبه 600 كيلوغرام وشريانه الأوراطي الصدري طول قطره يبلغ حوالي 23 سنتيمتر أما حوت العنبري فهو يمتلك أكبر دماغ على الإطلاق بين أدمنغة جميع الحيوانات المعروفة سواء الحية أو المنقرضة منها إذ يزن بالمتوسط 7.8 كيلوغرام وأنه أثقل من الدماغ البشري بأكثر من 5 برات هذا كان موضوع حلقتنا لهذا اليوم أتمنى أن استفدتم واستمتعدوا انتظرونا في فيديوهات جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة